صباح المفاخر الفلسطينية التي ترفع الرأس عاليا في كافة المجالات حيث نستضيف الآن الفلسطينية الحاصلة على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم غيبا في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية طبعا الطالبة في كلية الشريع في جامعة النجاح الوطنية هديل إشبارة أهلا وسهلا فيك شرفتين أهلا فيك أهلا وسهلا ألف ألف مبروك ما شاء الله عنك الله يحمعك يا رب والشهادة حتى معك يا ريت نورجيها للمشاهدين لو نقرب الكاميرا أكيد بترفع الرأس وخبرينها كيف شعورك حصلت على المركز الأول السلام عليكم وأول شي شكرا لإستطافتكم طبعا الحصول على المركز الأول هو أولا وآخر بفضل الله بس أكيد إله فرحة كبيرة وفرحة لا توصف خاصة أنه يعني بيكون في الأهل وهيك كمان بيستنوا فينا وخاصة أنه هيك إنجاز قرآني فالواحد يكون يعني شعور لا يوصف الحمد لله أكيد لا شك وقبل ما نتحدث عن تفاصيل المسابقة واشتراكك فيها حابين نتحدث عن أول خطواتك في حفظ القرآن الكريم أنا بدأت حفظ القرآن الكريم وأنا بعمر سبع سنوات ختمت وأنا بعمر حد عشر سنة طبعا لما أحكي أنه بهذا العمر معناها كان معظم الفضل لأمي وأبوي يعني أمي كانت تتابع معي كثير بالحفظ كنت أحفظ عن طريق السماع يعني شغله السيدي وأنا أسمع يكون شغلة لنهار وإحنا نعمل كل إشو وإحنا ندرس وإحنا ناكل وإحنا نعب وأشياء هيك بعدها لما أمي تحس أنه أنا حفظت الجزء صرت أقرأ معي السيدي كانت تمسك المصحف وتسمعلي وتشوف وين فيه أخطاء هيك يعني تساعدني على الحفظ وكانت كمان على أساس تشجيعني تخلينا أشترك بالمسابقات مسابقات المدرسة ومسابقات الأوقاف وهيك يعني طبعا بعد ما ختمت بعمر حد عشر سنة بدأت أنه تثبيت وهيك يعني بالمسابقات وتعلمت التجويد وهيك كانت أول مشاركة دولية لي وانبصف تاسع نعم شاركت فيها بعشرين جزء على أساس من أول تجربة كانت بالأردن بعدها وانبصف حادي عشر كمان مرة شاركت بالأردن بالمصحف كامل وصلت على المركز الرابع بعدها بشهر واحد لأفين سبعة عشر شاركت بالسودان وهس هاي المسابقة بالدبي الحمد لله كانت أول مسابقة بحصلة لمركز الأول فيها نعم ضروري النواة هديل إنه كمان حضرتك الأولى على كلية الشريعة في جامعة النجاح فأدها حفظ القرآن كمان ساعدك لحتى تتفوقي هاي نقطة مهمة جدا إنه يعني إحنا طلاب جامعة وهيك وعنا بكون امتحانات وكذا وممكن نحكي إنه ضغط فممكن بعض الطلاب يحكي إنه أنا لا مش هسا بحفظ القرآن لا بعدين أو كذا بس هو سبحان الله يعني الطالب اللي بحفظ القرآن بلاحظ إنه فيه بركة بوقته يعني سواء أنا أو غير يعني أنا طالبة شريعة فممكن حضي يحكي إنه مثلا ممكن تخصصات الأخرى هندسة وطب وكذا تأخذ وقت أكثر بس لا هيو يعني أنا بعرف طلاب مختلفين طالبات مختلفات من كل الكليات ما شاء الله كلهم يعني اللي بيكونوا بحفظ القرآن بيكونوا متفوقين دراسيا وبحصل دايما على يعني علامات عالية وما شاء الله فأنا سبحان الله يعني بيكون عندي ضغط وهيك بس بحس إنه فيه بركة في الوقت وأبدا حفظ القرآن ما بيأثر سلبا على إيش بالعكس بيكون إيجابة جدا كيف كنت تنظمي وقتك دوما بحاول بحاول قدر الإمكة إنه دايما وردي القرآن أخلي صبح بعدها الواحد برتاح وبحس إنه كمان فيه بركة بالوقت وفيه هيك بيكون الواحد مرتاح نفسيا خلال النهار وهيك وبعدين بعض الجامعة بتعرف إنه دراسة وممكن يكون الواحد عليه مشاريع وأشياء ثانية طب هدي الحد فينا عن تفاصيل اشتراكك بمسابقة الشيخة فاطفا بنت مباركة واليا أول إشي هي بتكون يعني الدولة اللي هي الإماراتية بتوجه دعوة لوزارة الأوقاف بكافة الدول فأنا وزارة الأوقاف رشحتني أمثل فلسطين بهذه المسابقة فكنت أنا يعني عارفة من فترة في أنه بحضر حاله هيك وطلعنا على المسابقة قبل بثلاثة أيام تقريبا وصلنا دبي فهذا الإشي ساعدني أن أكسب شوية وقت للمراجعة لأنه بتعرف بالجامعة بواحد بيكون وقته شوي أقل هناك ما كان علي إشي غير المراجعة فهذه ثلاثة أيام استغلتها مني الحمد لله للمراجعة وهيك بعدها لما وصلنا هناك سمر التسميع حوالي عشر أيام كل متسابقة بتسمع فترتين فترة صباحية وفترة مسائية بالصبح بجبولها ثلاث أسئلة وبالليل بجبولها سؤالين بحيث تكون كل طالبة بسمع خمس أسئلة كل سؤال تقريبا بقدار خمس صفحات بيكون في لجنة تحكيم من دول مختلفة كل واحد من دولة كانوا ست حكام للحفظ والتجويد وثلاث حكام لحصن صوت والأداء بس أنه على المنصة بيكون بس في خمس حكام للحفظ لأن المحكم اللي فيه طالبة من دولة ويستشارك ما بيكون موجود يعني أنا مثلا ليلوم تسمية كانت المتسابقة اللي بعد من البحرين فع دوري المحكم البحريني ما كان موجود فالمحكم البحريني اليوم اللي أنا كنت موجودة فيه ما أحكم وهذا الإشي مميز يعني في هذه المسابقة بالضبط هذا اللي بميز المسابقة عن غيرها من المسابقات اللي اشتركت فيها صحيح هذا يطيف نوع من النزاهة والشغلية صحيح نعم طيب حثينا أيضا عن من راح معك على المسابقة وسافر معك وكان دائم لإلك هو بتطلب طبعا كل متسابقة بالمسابقات اللي أنات بتطلب أن يكون معها مرافق فأنا مرافقه كان والدي طبعا ضلوا يعني أنه بتعرفي يعني هيك سند ودافع وأشياء هيك يعني كان يعني أنا جدا لحظت أنه في فرق لوالد حضر ولوالد لما حضر كان إشي كثير حلو الحمد لله الحمد لله وكانت إمي طبعا هون بفلسطين بس هي كان برضو إلها أكبر الأثر يعني وكانت متابعة معي أول بأول طول البقت أكيد أكيد وردت الفعل لما حصلت على المركز الأول ممكن تستغرب أن أنا عرفت بعد كل الناس يعني أنا لما عرفت كنت متسا أخبر أهلي بس أهلي كان كلهم عارفين وبابا صار بوزحيل وأشياء لأن إحنا الاحتفال كان بمقر المسابقة وكان بحضور الشيخة فاطمة فما سمحوا للرجال بدخول يعني كان فقط للمتسابقات وإذا كان واحدة مرافقها هو إمها يعني مش أبوها كانت تدخل فأنا والد الضال بالفندق ممنوع لدولات وهيك الأشياء أمنيا يعني فأنا فكرت أن والدي ما بعرف فلما خلص الحفل هيك بدأ أتصل على والدي فلقيته يعني عارف وصار بوزحيل بالفندق وما بسوط كل شيء وأهلي كمان كانوا يعرفوا قبلي لأنه كان في هيك مركز للإشياء تابع للمسابقة يعني بالفندق فإنه يعني يمكن حوالي هيك الساعة سبعة أو إحنا على سبعة ونصب بدأ الاحتفال هم على ستة كانوا صاروا عارفين آها طب وأنتي فستي على أكثر من طالبة مشاركة ومن عدة دول وعدة مناطق صحيح هم كانوا ستة وسبعين متسابقة كل متسابقة من دولة طبعا بس لما وصلنا هناك عملون لانتحان مبدئي على أساس يشوفوا هل إحنا مؤهلين أن نخرج للمنصة نسمع ولا لا فبعض الدول أنه رجعوهم فكان عدد اللي طلعوا للمنصة شوي أقل يعني من ستة وسبعين ما بعرف كم بالضبط بس أنه أقل من ستة وسبعين نعم طب خلينا نحكي عنك شوي وعن أحلامك وتموحاتك أنا بعرف أنه حابة أنك تكملي ماجستير ودكتوراه في مجال الشريعة صحيح؟ صحيح الحمد لله إن شاء الله يعني الله يوفقنا يا رب وأنا حابة أكمل إن شاء الله ماجستير ودكتوراه حابة أكمل بمجال القراءات كمان أنا يعني تخصص بك هو تشريع بس أنا حابة برضو أكمل بالقراءات حابة أن نكون هيك بفلسطين ننهض بحفظ القرآن والتجويد والأداء يعني حاليا بنلاحظ بوادر يعني يعني ارتفاع مستوى الحفظ والتجويد ما شاء الله لطلاب فلسطين يعني بنلاحظ أنه فيه اهتمام بهذا المجال كثير بنلاحظ أنه طلاب مدارس وجامعات بروح مثلا بحصل على سند أو بروح بشاركوا بمسابقات بيهتموا فيها فإن شاء الله يعني بيكون إلنا دور بهذا المجال إن شاء الله يا رب طب هذي الأداء بتشعري أنه هيك عليك مسؤولية كتير كبيرة بعد فلسك بالمسابقة وتمييزك أحد الأشياء اللي حكيت ليها صاحبتي قبل ما أخرج إلى دبي هي كانت مشاركة دولية من قبل أنه أنت بس تخرج إلى دبي كل الطالبات رح سيطلع عليك أنك أنت قدوة فوقتها بتصير لازم تنتبهي لكل تصرفاتك هاي طبعا بدخل فيها مسؤولية كبيرة يعني هاي من ضمن الأشياء أنه أنا لازم يعني أنتبهي أنه أنا بدي أكون قدوة حسنة للطالبات وغير هيك إنه زي ما حكيت لك إنه إحنا حابين يكون إلنا دور في نهضة يعني الطالبات القرآنية ودينية وهيك أشياء يعني نعم طب شو بتحبي تحكي لكل الزميلات والصديقات والأهل والمقربين منك لحتى يعني جد تدفعيهم وتشجعيهم لحتى كمان يتميزوا بأي مجال حابينه هسا إذا بنلاحظ يعني ممكن معظم الطالبات اللي بمرحلة الجامعية ممكن يكون يعني من أحد الأشياء اللي بيحكوا أنه مثلا أنا ما بقدر أحفظ لأنه الواحد بيبحث عن حجج وهيك أشياء يحكي لنا مثلا أنا مضغوط دراسيا هيك فزي ما حكيت أنا بالبداية أنه الإشياء أبدا ما بيأثر سلبا بالعكس بيأثر إيجابا وسبحان الله كثير من المتخصصين يعني بمجالات مختلفة علميا وأدبيا وغيرها بيكون يعني إلهم حظ ونصيب ما شاء الله متقدم مثلا أنا الشيخ اللي تابع معي وأسندي أول واحد يعني الأول واحد كان مهندس والثاني برضو كان مهندس فالإشي أبدا ما بتعرض بالعكس إشي حلو فأنا بنصح كل واحد أنه يعني يجرب والإشي أبدا ما بيكون سلبي بالعكس بيكون إيجابي وبلاقي طاعم ومذاق غير للإشي أكيد لا شك ومنتمنى لك على طول التوفيق والنجاح والتميز في كافة المجالات وفي رفع الرأس عاليا يعني أنت فخر لكل فلسطين بدا أكيد ولا جامعة النجاح الوطنية ولا كليتك الشريعة وحبين نسمع منك إذا بتحبي توجهي شكر لأشخاص معينين والحمد لله الفضل لله أولا وآخرا بس ما في إنسان بوصل لنجاح معين بدون مساعدين أنا كان يعني زي ما حكيت لك بداية أمي وأبوي بداية وآخرا وكل إشي بعدين في مشايخ طبعا ساعدوني وقرؤوني وحفظوني فكان الشيخ سعيد ملحمل قلقيلي هو من قلقيلي يعني معروف هو أعطاني سند بابن عامر وعاصم فكان وقت طويل يعلمني ظل متابع معي لبن موصل الدبي يعطينا ملاحظات الدربة على كذا ودربة على كذا لأنه كان محكم بمسابقة من قبل صحيح بالسعودية وتواصلنا معه كمان بفضائية النجاح وكان الشيخ إياد مجاهد هو من القدس أعطاني سند بحفظ كان أول سند بأخذه كان معلمتي سامية حرب سامية عاهد حرب بدأت معها برواء بسند بقراءة عاصم اللي هي شعبة وحفظ لكن نهينا سورة هود كنا نبدأ بيوسف بس هي سافرة تتكمل دكتوراه الله يفقها يفتح عليها ولحد الأنعان على تواصل معها وقبلها كانت أول معلمة إلي علامتني تجوي تطبيقا هي بتكون زوجة خالي اسمها كفاح جمعة فبوجه شكر خاصة إليها هي أول واحد علامتني تطبيقا يعني التجويد وكمان الشيخ محمود مهنم من رام الله أول مسابقة اللي طلعت عليها حكيت لي كنت بصف تاسع بتعرفي أول مسابقة غالبا لا يكون عنده خبرات أو أشياء خاصة أنه كان عمري صغير نسبيا فكان هو متابع معي تطوعا منه يعني يعني يحكي أنه كل أسبوع تعالي وأنا بعطيك نصائح وأشياء ويعطيك ملاحظات على حفظ تجويد مراجعة كيف ممكن تطوري حالك فهذا بالنسبة للمشايخ بعدين بوجه طبعا شكر لملتقى القرآن الكريم في جامعة النجاح الوطني يعني بكلية الشريعة متمثلا برئيسه الدكتور جمال كيلاني عميد الكلية كانوا يعني داعمين ومشاء الله عنهم يعني كثير تعاونوا معي بخروجي للمسابقة وبواجه شكر لوزارة الأوقاف لأنه هي اللي رشحتني لأخرج واثقت فيها يعني والحمد لله حصلنا على المركز الأول فبواجه شكر لكل حدا ساهم يعني كان له دور بهذا الإشي كمان لأنه الكل كان يبعد تهنيئاته هيك فبواجه شكر بضل لكل حدا فرحلي من قلبه وهنأني بفوزي والحمد لله رب العالمي الحمد لله وعلى طول إن شاء الله بتفعي الرأس وربنا بنجحك بوفقك دائما بكافة المسابقات وغيرها تسمي الله سعلي شكرا